بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الأخ المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر إخوانك في تسجيلات ذكرى الإسلامية بالرياض أن يقدم الإصدار الثامن من سلسلة قراءة من صلاة التراويح لعام 1411 للهجرة وهذا الإصدار يحتوي على قراءة مباركة لسور الإسراء الكهف مريم وهي بصوت الشيخ محمد بن براهيم الشعلان رئيس محكمة زحمية حفظه الله والآن نترككم مع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هودا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في العرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاه ما بعتنا عليكم عبادا لنا أوليباس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكروة عليهم وعمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجواكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يا دين التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا آليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتعوا فضلا من ربكم لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كباب نفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما ياتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نولك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا وكما لكنا من القرون من بعد نوح وكباب ربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيب بضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر بتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلون عندك الكبرا حدوما أو كلاهما بلا تقل لهما أفه ولا تنعروما وقل لهما قولا كريما واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحموا ما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربي كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوا بقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطا كل البست فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلوى شده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقفوا ما ليس لك بي علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة ناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلية كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبار النفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبعوا في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي بطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدي وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويقافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مولكوا قبل يوم القيامة أو معذبوا عذابا شديدا كان ذلك بالكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما ننسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة بالقرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طويانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال آرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخفرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذرنيته إلا قليلا قال الذاب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موثورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكباب ربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك بالبحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الظرو في البحر ضل من تدعون إلا إيا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيورقكم بما كبرتم ثم لا تجدوا لكم علينا بي تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابا بيمينه فأولئك يقرؤون كتابا ولا يظلمون بتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ذبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستبزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلابك إلا قليلا سنة من قد رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لذنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل بتأجد بي نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبي وإذا مسعوا الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من عمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذابن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن بضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابا أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن أمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الوداء إلا أن قالوا أبعذ الله بشرا رسولا قل لو كان في العرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كباب الله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن ياد الله فاوى المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه باب الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعدي لبني إسرائيل اسكنوا العرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا بلأ الأسماء الحسنا ولا تجعوا بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبدي الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكذين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسبا إنا جعلنا ما على العرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكاف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكاف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكاف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلية لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكاف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من ياد الله فهو الموتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رخود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة بل ينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك آترنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ذلادة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك وعدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن ياديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كابهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والعرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكم أحدا واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعدات والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من عفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعا وهو كان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاتوا بماء كالمول يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت معتبقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذاب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة معتبقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحديما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحب وهو يحاوره أكبرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجنا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمري فأصبح يقلب كفيا على ما أنفق فيا وإي خاوية على عروشيا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة إن ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات العرض فأصبح حاشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ذوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى العرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والعرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائيا الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كبروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يعتدوا إذا أبدا وربك الغافون ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وإذ قال موسى لبتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتا وما باتخذ سبيله بالبحر سربا فلما جاوزا قال لبتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال رأيت عداوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثار ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع ما يصبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال بين اتبعتني بلا تسألني عن شيء حتى أحدد لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا بالسفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لما قل إنك لن تستطيع ما يصبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قالا قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قالا لما قل لك إنك لن تستطيع ما يصبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها بلا تصاحبني قد بلعت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا آل قرية استطعما أهلها فابا وأن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فاقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سنبوك بتعويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السبينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن عيبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبينة رصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلوا ما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاوين ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتنوا عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في العرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدا تعرب في عين حميات ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدا تطلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه فبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في العرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سددا قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدبين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعين في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كبروا أن يتقذوا عبادي من دوني أوليا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كبروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كبروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنبد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب إني وانا العظم مني واشتعل الرعاس شيبا ولما كن بدعائك رب شقيا وإني قفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فابلي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعلن رب رضيا يا زكريا إنا نبشوك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلعت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا قذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكوا في الكتاب مريم إذ انتبذت من آلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا بتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبنك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولماك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرى سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان بالماد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وعوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتعون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلب الأحزاب من بينهم فويل للذين كبروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي العمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث العرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لي أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يوني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك باتبعني يادك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آليتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستعبرنك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلوا وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم قلكن عضاوا الصلاة واتبعوا الشهوات بسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا وسط بالعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت نسوا فأخرجوا حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهما شد على الرحمن اعتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بعصليا وإن منكم إلا واردوا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذعوا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كبروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما لكنا قبلهم من قرنهم أحسن وثاذا ورئيا قل من كان في الضلالة بل يمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من وشرهم مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين آت دودا والباقيات الصالحات خير عند ربك ذوابا وخير مردا أبرأيت الذي كبر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيبام اتخذ عند الرحمن عدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشباعة إلا من اتخذ عند الرحمن عدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتبطرن منه وتنشق العرض وتخرن الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتنه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل هذه التلاوة في ميزان أعماله وأعمالنا يوم نلقاه إنه جواد كريم وإلى لقاء قادم مع إصدار جديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته